وحذرت منظمة الأمم المتحدة من خطر اندلاع حرب مفتوحة بعد الهجمات الصهيونية المكثفة على المناطق الجنوبية في لبنان الأمين العام للمنظمة أنتونيو جتريوش قال إن إمكانية حدوث حرب شاملة باتت أقرب بعد توتر الوضع أكثر مما هو عليه وسط مخاوف من تحويل لبنان إلى غزة أخرى مضيفا أن خطورة التصعيد الحالي ستنذر بكارثة كبيرة بالنسبة للعالم بأسره وقد يدفع بالمنطقة كلها في أذياله ولا حاجة لأن ننظر إلى أبعد من لبنان ولا بد أن يعتارينا القلق جميعا جراء هذا التصعيد فلبنان على شفير الهاوية أبو العالم لا يمكن أن تسمح بأن يمسي لبنان غزة ثانية وعلى الأسرة الدولية تعبئت جهودها من أجل وقف فوريا لإطلاق النار وإطلاق الرهائن كافة على الفور وبدون شروط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة